ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من الشبهات العجيبة للمشركين في أن القرآن ليس من عند الله طب من عند منين يا أخوانا القرآن قالوا حاجة عجيبة جدا قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم اتعلمه من رجل أعجمي يعني شبهة عجيبة جدا عارف يعني أعجمي؟ يعني لا يعرف العربية ما يفهمش اللغة العربية ولقد نعلم أنهم من المشركين يقولون إنما يعلمه بيعلم من الرسول من اللي بيعلمه بشر البشر ده رجل أعجمي قيل إنه كان رجلا روميا بيبيع في أسواق المدينة أو في أسواق مكة كان النبي ممكن يتكلم معه شوية وخلو انتهت القضية فخلاص قالوا دي بقى برهان قوي إنه هو تعلم القرآن الفصيح البليغ من رجل أجنبي فربنا بيرد عليهم لسان الذي يلحدون إليه هنا كلمة يلحدون يعني إيه؟ الإلحاد يا أخواننا الأصل في كلمة الإلحاد الميل فيلحدون يعني يميلون إليه يميلون إليه في نسبة القرآن إليه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا هذا اللي هو إيه؟ القرآن لسان عربي مبين يعني قمة في الفصاحة والبلاغة العربي العادي ما يعرفش يعمله ولا يقول زيه فكيف برجل أجنبي رجل أعجمي لا يحسن اللغة العربية بسهو من باب الجدال بالباطل لأقصى درجة يعني أحيانا حد كده يجدل معاك يقول أي كلام بمعنى الكلمة ده نموذج لأي كلام أي حاجة بتتقال مجرد إثارة الشبهات وللأسف ضعاف القلوب يتلقفون أو يتلقون هذه الشبهات وممكن يعني ترجو يعني ترجو في أنفسهم ولذلك الإعلام يا أخوانا عنده قاعدة مهمة قوي والعلوم كانوا بيعملوا بالقاعدة دي القاعدة دي بتقول ما تكرر تقرر كل ما تكرر المعلومة مهما كانت خيبة ومهما كانت ضعيفة المستوى لما تتلقاها الأسماع بشكل مستمر تتقرر في القلوب يبدو يقتنعوا بيها وتبع حقيقة معاين لو فكر فيها حيلا أنها شبهة خائبة ملهاش قيمة لكن من كتر مجيل وراجيل بيتداول الكلام ده خلاص بقت حقائق معاين لو هو قاعد مع نفسه يفكر شوية يلاقي الكلام ده من الصح بس هو من ركام المفاهيم والأشياء التي سمعها كثيرا جدا فصارت كالحقائق فممكن ده تشويش أي نعم شبهة ملهاش قيمة لكن من كتر ما بتتكرر وفلان يقول لحد متعلم ده واحد هو اللي قال له الكلام ده فمن غير تفكير الكلام ينطلع عليهم خلاص تبقى شبهة ويبقى ده سبيل لصد الناس عن الحق لكن المسلم بقى ملوش دعوه بالهيصة وملوش دعوه بالكثرة وملوش دعوه إنما بيشوف الحق في الكلام الكلام ده صح ولا غلط فالكلام المنطقي بيقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ده الرجل الأجنبي إزاي حيعلم النبي القرآن اللي هو تحدى البلغاء في الفصاحة والبلاغة ده مستحيل طبعا وهذا لسان عربي مبين زي برضو الشوء يعني اليهود والنصارى لما اختلفوا في سيدنا إبراهيم فقالوا لا ده كان يهوديا والنصارى قالوا كان نصرانيا فشوف برضو ربنا عز وجل قال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الطوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون يعني هو إزاي أنت تقوله هو كان نصرانيا أو يهوديا وأساسا إن إبراهيم جيب عاديه الطوراة والإنجيل إزاي تقوله هو كان حاجة عجيبة جدا ولكن هو كلام وخلاص من جدال بالباطل ولذلك كنت في الدعوة إلى الله إذا وجدت الذي يناقشك يجادل فلا تجادله آه فيه نقشة طب أنا أشكلة علي الموضوع ده طب أنا عندي حيرة في الموضوع ده طب الرد على الحاجة دي إيه نقاش هادي موضوعي منطقي إنما لا أصلي مش عارف إيه أصلي تلاقي علي صوته ويقاطعك في الكلام لا ده خلاص أضيع عاش وقتك معاه لأن فيه ناس بتجادل بالباطل وده منهم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم لأن ربنا لا يظلموا أحدا ليه ربنا لا يهديهم لأنهم مش عايزين يأمنوا بآيات الله الواضحات المعجزات والبينات واضحة ولكن هم انصرفوا عنها فربنا سبحانه وتعالى قلب قلوبهم لا يهديهم الله ثم انصرفوا شوف هما العمل الأول صرف الله قلوبهم فلما أزاغوا هما اللي زاغوا هما اللي مش عايزين الخير أزاغ الله قلوبهم قل من كان في الضلالة فاليوم دد له الرحمن ومد فيه ناس مش عايزة تطلع من طريق الضلالة والكفر مستحيل إنسان يريد الوصول للحق بصدق وتحر وبعد عن الهوى ويحجبه الله عنه كل إنسان ما وصلش للحق هو إنسان مقصر ولابد ما عندوه الصدق الرغبة في الوصول للحق إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله مش ماشي بسكة معرفة الحق قعد ظن يقولك ده غلبان وده مسكين كلهم أوجد الله لهم ما يبرهن على قوة الحق لكن هم إما انشغلوا بالدنيا وإما عماهم الهوى وحب الدنيا عن الوصول للحق إنما يفتار الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله اللي لا يؤمن لا يصدق بآخرة ولا عقاب ولا حساب هذا يسهل عليه الكذب لأنهم قالوا من كم آية إنما أنت مفتر لا أنت المفترون وكذبون النبي ليس بكذب النبي صادق إنما يفتار الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وتأكيد وأولئك هم الكذبون إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق حتى شوف العقل بقى الناس العقلة هي رقل وبيسأل أبو سفيان عن الراجل ده اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال وكان وكان يكذب على الناس فيكم يا راجل ده طب صرته إيه فيكم في الكذب قالوا لا نعهد عليه كذبا قال ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله مش ممكن واحد صادق صرته صادق 40 سنة مشهور بالصدق وبعد كده فجأة مش يكذب على الناس يتحول 180 درجة ويكذب على الله عز وجل ده مش ممكن ده أكيد رجل صادق هو صادق الأمين صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر